شكرا لك فاهم شكرا طبعا التفاوض مهم ان احنا نقعد نتكلم يا جماعة طب شوفوا النادى طب الناس دي مضايقها طب نعمل كده الدور دايما يعني انك تحاول تحسن ظروف التفاوض وبالمناسبة ده دور مهم جدا لمجلس النواب انه هو يروح يقول له طيب البند ده والسلعة دي طب طلع دي برا طب بلاش دي طب انت لو عملت ده يعني مثلا عضو مجلس النواب من اهم شغلاناته اللي هي فكرة الموازنة انه هو الفلوس تيجي منين تروح فين تتحط فين تيجي منين انما في تقديري انه الناس الدوشة اللي اتعملت على هذا الامر ملاش علاقة بالأيتمز نفسها ليه علاقة بالمبدأ انه هما بيقولوا لا احنا مش عايزين يبقى فيه زيادات مستمرة ايا كان نوعها طبعا فيه اشياء كتيرة الناس اصلا مش عارفة دي ايه يعني فيه مثلا اجهزة معينة وبتاعه الناس مش عارفة دي ايه اصلا دي بتاعت ايه بتعمل ايه اصلا انما مش دي القضية القضية بالنسبة للناس انه هو عايز يحاول فاحنا ان شاء الله اخواتنا في مجلس النواب انا شايفهم متحمسين كده وحيقدروا يعني يعملوا حاجة يقدروا يقللوا مع الوزير ويقدر هو شغلته بقى انه هو يقدر مثلا اما يقلل التهريب شوية اما يقلل الناس اللي هربانا من الدرايب شوية ممكن يجيب رقم معادل وهي دي الحكاية يعني هي دي الحكاية هي فكرة ان انت تعرف ازاي في الموازنة وهنا يعني بيبقى وزير المالية الشاطر انك تجيب من البند ده تودي البند ده انما احنا مش واقفين عشان بس انا عارف الناس هتقولك ايه وانت واقف انا لا واقف عند الاستاكوزة ولا الكابوريا ده يا رب حط عليها مليون في المية رغم ان انا بقول لحضراتكم ان فيه ناس في مجال السياعة بيقولك لو سمحت ده دي الحاجات احنا بنستوردها فكده احنا بقى اصعارنا اغلى من برة فسي مش مهم شو بقى دي ايه انا بقولك مش مهم المهم ان الناس فعلا تشعر انه الامور ممكنة عايز اخرج ممكن عايز اعيش شوية ممكن اخد الاعالة اخش بيهم سينما ممكن ما هو ما هو انت بتخيرني كمان انه انا بقى اجي اعمل ده ولا اخد الفلوس دي بقى اعمل بيها حاجة تانية مرة خليني اخرج في الشهر كده اقدر اعمل حاجة اتفسح احنا حتى بنحاول الناس يعني تبقى مصقفة اضطراني اقلل الارهاب بتاع ياخدهم مرة مسرح ياخدهم مرة سينما يوديهم السرك ايه نعم احنا يعني مش عندنا الحاجات دي مزدهرة اوي انما تعمل حاجة للعيال ما هو هو هي مش كلها اكله شرب ما فيه وجدان وفيه حياة وفيه كل شي يعني وزيان بقول لحضراتكو اه الدولة الحمد لله ملتزمة بالناس بتوع البطاقة وبتوع الرغيفة بوشيلن واو الاخر بس فيه ناس تانية بالملايين برضو دول عايزين برضو يعيشوا طب ايه قولك انه اكتر ناس عملوا دوشة عالمية جنيبتو اكتسكرة دي المصنين في الخارج حتقول له طب وده دول كم دولار انما الناس مش عايزها محدش بيحب يدفع اكتر محدش بيحب يعني مسألة دي فيعني بنحاول ان ان شاء الله الامور دي تمشي والبلد تمشي والحياة تكمل انت عندك شحنات قمح محتاج تقلصها عندك اقصاط محتاج تدفعها عندك حاجات كتير محتاج انك تعملها مفهوم ان الدولة في موقف في ازمة زي كل دول العالم ولذلك بيبقى فيه رسوم اضافية الشهرين الجايين دول الناس هي هو مش عايز يحس انه فيه الوتيرة دي هي دي اللي بتخلي الانسان منزعج ولو تشوف الانزعاج اللي عند مجلس النواب برضو تستغرب طب يا جماعة ايه اللي في الموضوع ده اعمل لكم ازعاج كبير انه الناس بتوعهم او الجمهور بتاع كل عضو بيقولوا لا انا يعني انا دي مش عجباني انا البن المصريين البني هو البني بقى بكامل نهاردة ايوة مش لازم تشرب قهوة مش لازم مش عارفة بس يعني الناس عايزة حياتها تبقى فيها لحد الادنى الظريف يعني ما يبقاش الانسان كارح حياته يعني السبب او الاخر ان شاء الله كل حاجة تبقى كويسة اشتركوا في القناة